الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المنسلين محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم بمدارس الهادي المحمدية التعلم عن بعد معكم المعلمة بشراء عبدالله مادة الرياضيات للصف السابع درس اليوم هو استكمال للدرس السابق وهو الوسط الحسابي السؤال الأول صفحة 132 طالب مني سؤال الأول والثاني اثنين تابعين لنفس الطلب للسؤال والمطلوب طالب هون إيجاد الوسط الحسابي بعدين أرسم المخطط عشان أشوف المجموع المسافات بين الوسط الحسابي والقيم الأكبر منه هل يساوي المجموع المسافات بينه وبين القيم الأصغر منه تمام أولا عشان أطلع X bar فحطلعها بنحكي X bar مجموع القيم تساوي كيف بدي أخذ القيم من السؤال اللي معي 45 فوق ها نقطة واحدة إذن عندي 45 تكررت مرة واحدة زائد 75 تكررت مرة واحدة برضو فبحط 75 95 تكررت مرة واحدة فبحط 90 عندي هون 105 تكررت مرة واحدة فبحط هون 105 عندي كمان النقطة جايب النص ما بين 105 و 100 و 15 إذن وأنا كان بطلع عشرة فبالتالي الفاصل هذا صغير بينهم خمسة يعني 105 110 و 115 فإذن زائد 110 آخر إيشي 115 تكررت كمرة أربع مرات إذن تبهنا 1 2 3 4 فبالتالي بإمكاني أحكي هون 115 ضرب أربعة أو ممكن أعمل 115 زائد 115 أربع مرات تمام هلأ عندي هون على عدد القيم كيف دي أعرف عدد القيم بعد نقاط السود عندي هون أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إذن عدد القيم تسعة هنجمع القيم ونقسم على تسعة ونشوف كم بطلع معي الوساط الحسابي هون بعد ما طلعت مجمع القيم وقسمت على عددها بطلع معي الوساط الحسابي أو X-bar 98.9 لو اجيت شفت الـ 98.9 وين ده تكون هتكون هتكون فرا هتكون الـ 98.9 لهي تقريبا تسعة وتسعين مية فهتكون أكبر من الـ 95 هون بالضبط هون قبل ما أوصل الخط لأن الخط مية هيكون فبالتالي هون حيكون الوساط الحسابي بدي أحط هون هيك دائرة أكتب عليها تقريبا أنها 98.9 تمام هلأ ده أشوف مجموع القيم اللي أصغر منها واللي أكبر منها نأخذ أول إشي هلأ إحنا عيناها باللون الأخضر فحأخذ لون للأكبر منها ولون للأصغر منها باجي أول إشي هون عندي المسافة ما بين الـ 98.9 ومية وخمسة كم هتكون معي هتكون لو طرحت 105 لاقص 98.9 هتكون هون 6.1 معناته بينها وبين الـ 105 6.1 تمام هلأ بأخذ المية وعشرة فبحكي هون معي 110 ناقص 98.9 بيطلع معي الجواب 11.1 فبأخذ هون هيك مسافة 11.1 هلأ بأخذ المسافة الأخيرة بينها وبين الـ 115 فبحكي 115 لكن ننتبه أنها تكررت أربع مرات فـ 115 بالأول ناقص 98.9 بيطلع معي الإجابة 16.1 هلأ 16.1 تكررت أربع مرات أو بحط هون ضرب أربع تمام ممكن هيك أو بكتبها أربع مرات هلأ لو ضربتها بتعطيني هون الجواب 64.4 هلأ باجي يبدو ريئني بجمع 64.4 زائد 11.1 زائد 6.1 بيطلع معي هون كامل 81.6 بيطلع المجموع 81.6 ومنكتبها هون ها مجموع القيم الأعلى منها رح أعمل نفس الحركة بس لمين للأصغر منها هون بيطلع معي الإجابة لو حلتها للقيم الأصغر منها 81.7 طبعا اختلاف القيم هون 7 وهون 6 بسبب أنه أنا هون قربت كان 98.8 8 8 8 9 فأنا قربتها إلى 9 فبالتالي هون صار الاختلاف لكن الاختلاف كتير بسيط بإمكاننا نغض النظر عنه سؤال رقم 2 نفس سؤال رقم 1 حنحله ونرجع نقارن حلنا مع بعض هيك بكون حل السؤال معنا السؤال 3 و 4 و 5 طالب مني السؤال أطلع أو أحدد القيم المتطرفة نتذكر مع بعض القيم المتطرفة هي أكبر من كل القيم هي أصغر من كل القيم إذا كانت أصغر معناته وصفها بكون أنها هي بتسحب الوسط الحسابي إلى الأسفل أما إذا كانت أعلى من كل القيم أو أكبر فهي بتسحب الوسط الحسابي إلى الأعلى فنشوف سؤال 3 سؤال 3 إذا منلاحظ كلهم 190 110 بهاي الحدود بالـ 80 إلا قيمة 1 بـ 22 فهي أصغر من كل القيم فتعد هي القيم المتطرفة السؤال رقم 4 هون سالب 15 سالب 7 هون 13 سالب كلهم بالسوالب إلا 13 موجبة فتعد 13 هي القيم المتطرفة وتعد أكبر بكثير من بقية القيم فسؤال رقم 5 هون قيم المتطرفة هون عندي 1.2 مثلا هون 2.3 هون بالسالب هون 0.8 هون عندي 7.9 شوي متطرفة بعيدة عنهم لو كملنا حنلاقي الصفر 2.6 كلهم بهاي الحدود حوالين الـ 1 و 2 و 3 السبعة كثير بعيدة فتعد هي القيمة المتطرفة هون بكون الجواب بشكل دقيق أكثر ننتقل إلى سؤال رقم 6 سؤال رقم 6 طالب مني جدول تكراري هو موجود عدد الأسماك الزينة فيه 50 حوض يعني 18 عدد السماك فيه 15 الحوض 19 عدد الأسماك فيه 9 أحوال وهكذا طالب مني أطلع الوسط الحسابي نتذكر الوسط الحسابي إذا كان عندي جدول تكراري فأنا رح أضرب التكرار في عدد الأسماك هنطلع المجموع بالنهاية وهن عندي مجموع التكرارات نطلع ليهم السؤال 15 فحطلع العمود الثالث ونرجع نكمل هل السؤال مع بعض ظلع لنا إكسبار تساوي هلأ مجموع القيم أنطلعتها 1009 هاي مجموحهم على عدد عدد الأحواض أنا معي بالسؤال 50 فبحطها 50 فإذا 1009 قسمة 50 كم بعطيني الجواب يسوي تقريباً له 21.18 20 آسفة هون 20.18 هون عندي هيك الوسط الحسابي للقيم سؤال رقم 7 سؤال رقم 8 إثنين بيحملوا نفس الفكرة اللي هو قيمة مفهودة من مجموعة البيانات أول إشي هو معطيني إكسبار كم فبعوض أنه إكسبار تساوي مجموع القيم على عددها فأنا ممكن أعمل إكسبار اللي هو 125 أضربها في عدد القيم هذا القيم معي 5 فهو 145 ضرب 5 يساوي بيطلع معي 725 تمام هلأ هاي مجموع القيم جميحها بما فيها المتلت هلأ أنا بدي قيمتي المتلت إذن شو بدي أعمل بدي أعمل الخطوة الثانية أني أجمع القيم المعطيني إياهم دحط تحت يوم خط باللون الأورنج بيطلع مجموعة دولة القيم معي اللي هو 597 إذن بدي القيمة المتلت حتكون معي 725 ناقص 597 بيطلع معي الجواب 128 اللي هي قيمة المتلت تساوي 128 حيث أنا بكون طلعت المجهول حنحل سؤال 8 ونرجع نتأكد من حلنا مع بعض تطلع معي القيمة المجهولة هي 12 تبقى علينا في الآخر شي بس أن نحدد الواجب واجبك من كتاب التمارين حل الأسئلة من 5 حتى 7 صفحة 36 ودمتم في حفظ الله ورعايته